اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل ثبت أن نبيا سأل الله عز وجل لماذا لا تنام يا الله وماذا أخبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن صفة الله عز وجل السلام عليكم مشاهدين الكرام إن الله سبحانه وتعالى منزه عن الوصف بشيء من الصفات المختصة بالمخلوقين لأن كل مختص بالمخلوق فهو صفة نقص والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب ومستحق لكل كمال وجلال وعظمة بل إن ما يستحقه ربنا عز وجل هو غاية الكمال ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وقال عز من قائل في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما أن الرسل الكرام عليهم السلام وصفوا الله عز وجل بصفات الكمال والجلال ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال ونزهوه عليهم السلام عن أن يكون له جل جلاله مثل في شيء من صفات الكمال وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل والتفضيل فالله عز وجل هو من خلقنا وهو من يرحمنا برحمته وهو يعلم ما في قلوبنا وهو من خلق الكون والسماوات والأرض وهو الحي الذي لا يموت بعد أن تموت جميع الخلائق وهو عالم الغيب والشهادة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه قد وصف الله عز وجل نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلو والاستواء على العرش والفوقية وفي كتابه في آيات كثيرة حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي رحمه الله في القرآن ألف دليل وأزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده وأجمع السلف على إثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته فهو فوق جميع خلقه بائن عنهم ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم الثقات بل نقل عن بعض السلف أنه يكثر من ينكر أن الله عز وجل في السماء ففي شرح كتاب التوحيد للغنيمان قال شيخ الإسلام وفي الفقه الأكبر المروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته جل جلاله قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين وقال الشيخ الغنيمان وهذا تصريح من أبي حنيفة رحمه الله بتكفير من أنكر أن يكون الله عز وجل في السماء وكما أن الخلق مفطورون على أن الله عز وجل في السماء فالإنسان إذا أراد أن يدعو الله جل جلاله ينصرف قلبه إلى السماء إلى العلا ولكن قد ذكرت قصة رواها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وفسرها ابن كثير رحمه الله وأخبر أنها ضعيفة لا تصح وبعض العلماء قالوا إنها منكرة ومن الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب ولكن سنذكرها مشاهدين الكرام من باب التنبيه على بطلانها ونكارة ثبوتها متنا وسندا وهذه الرواية الباطلة تتحدث عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو يسأل الله عز وجل وهو يكلمه قال سيدنا موسى عليه السلام لماذا لا تنام يا الله وهذا حسب الرواية الباطلة كما قلنا مشاهدين وفي الرواية قال الله عز وجل أمسك قدحا بيدك يا موسى واسكب بداخله ماء وضعه في يديك وحذار أن تنام ففعل موسى ما طلب منه فظل واقفا عليه السلام والقدح في يده وفيه ماء فغلبه النعاس فسقط القدح من يدي موسى عليه السلام وانكسر وانسكب منه الماء تقول الرواية قال الله جل وعلا وعزتي وجلالي لو غفلت عن عبادي لحظة يا موسى لسقطت السماء على الأرض وفي رواية أخرى قال العلماء إنها ضعيفة والآخرون قالوا إنها منكرة أيضا تقول الرواية وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عز وجل فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا وأعطاه قارورتين وفي كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما قال فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام نومه فاستفقت يداه فتكسرت القارورتان تقول الرواية ضرب الله له مثلا أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض ولكن الثابت بلا شك قد أخبر به ربنا عز وجل في كتابه العزيز قال الله عز وجل في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهذه الآية تكفي لجلالة الله عز وجل وعظمته وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منسل وانتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم وهذا الحديث دليل على نفي صفة النوم عن الله تعالى فالله جل جلاله لا ينام ويستحيل أن ينام لكمال قيوميته وحياته ومعلوم أن صفات الله سبحانه وتعالى على قسمين ثبوتية وهي ما أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كالعلو والوجه في حديث الباب وكالعلم والقدرة والرحمة وغيرها فيجب إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وسلبية وهي ما نفاها عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته كالنوم في حديث الباب وكالظلم والموت وغيرها فيجب نفيها عن الله تعالى مع وجوب إثبات ضدها على الوجه الأكمل فمثلا في قول ربنا عز وجل في سورة الكهف ولا يظلم ربك أحد ويجب نفي الظلم عن الله تعالى مع وجوب إثبات العدل لله سبحانه جل في علاه على الوجه الأكمل والأعظم والأجل وفي حديث الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام وفيه نفي صفة النوم ويستلزم إثبات ضدها وهو كمال حياة الله عز وجل وقيوميته ولذا قال الله جل جلاله عن نفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم كما أن الحديث دليل على ارتفاع الأعمال إليه في اليوم مرتين ليلا ونهارا لا ينتهي الليل إلا وقد رفع إليه عمل الليل ولا ينتهي النهار إلا وقد رفع إليه عمل النهار لا يتأخر من ذلك شيء لكمال سلطانه ولو تأمل العبد رفع الأعمال في كل ليل ونهار لحرص أن لا يرتفع من أعماله إلا ما كان طيبا والله المستعان وفيه أيضا دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل والكلام على صفة العلو من عدة وجوه كما أقر أهل السنة والجماعة بأنهم يثبتون صفة العلو لله سبحانه وتعالى كما يليق به سبحانه من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل وهي من الصفات الذاتية لله جل جلاله فالله عز وجل يخفض القسط ويرفعه وقيل القسط هو العدل والذي ينخفض ويرتفع هو الموزون وسمي الميزان قسطا لأنه بالميزان يقع العدل فمن عمل ما يستحق الرفع رفعه ومن عمل ما يستحق الخفض خفضه وقيل المراد بالقسط الرزق فالله تعالى يخفض رزق كل مخلوق فيقتره أو يرفعه فيوسعه فما أجمل وما أعظم صفات الله العظيمة ومنها صفة العظمة لله عز وجل بإثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى قال ربنا عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والخلاصة مشاهدين الكرام أن الله جل جلاله متصف بكل كمال وجلال وعظمة وهو منزه عن كل نقص وعيب وليس له في صفاته شبيه ولا مثيل وذلك من غير تحريف ولا تكيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل فالله جل جلاله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله جل جلاله نثبت ما أثبته الله جل في علاه وننفي ما نفاه الله جل جلاله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ونسلم بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى قال ربنا عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فاللهم اجعلنا من الذين يسلمون بكل ما أخبرت وبكل ما أخبر به رسولك صلى الله عليه وسلم وأعنا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبصرنا وفهمنا وعلمنا وارزقنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا وثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك اللهم آمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة